أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم محمد المجدوب من الجزائر رأنا اكتشفنا في ضواحي عين الصفران يعني اكتشفنا حيلازون متحجر حيلازون متحجر يعود التاريخ نتاعة مع ديناصورات مع الديناصورات الذين عاشوا في هذه المنطقة وهي تدل هذه المنطقة بأنها عاشوا في هذه الديناصورات واكتشفنا واكتشفوا ديناصور في وقت فات في نواحي دائرة السوسيفة اللي الآن راه معروفة بهذا الاكتشاف على الديناصور واليوم راه موجود يعني يعني باني نقع بلاسة كلموليما يعني في اكتشاف وينقوا ديناصور وهذا عين الصفران بلاد تاريخ وبلاد قديمة بالتاريخ كان يعيش فيها الفيل وكان يعيش فيها السبع وكانت يعيش فيها الزرافة وكانت يعني الله أعلم بعلمي كانت فيها غابة نتعت أمازون كانت يعيش فيها عيطة صوارح على حسب الرسومات اللي في حجرة تيوت دل باللي كانت عايشة هاد المخلوقات من البقر هذا الزاموس من البقر يعني كانت منطقة كما نقول احنا راطيبة كانت عيش فيها جميع الطيور وهذا الحيلازون اكتشيفة على نواحي منطقة عين الصفران ضواحية وهذا الحيلازون متحجر اليوم رأينا بغير يعني نوزن والروح ونعقبو نعطوه للمتحف الجزائري حتى يبدو يقرؤوا عليه للتلاميذ وتقرأ عليه الطالبة ويقرؤوا عليه على هذا الحيلازون المتحجر والوزن تقريبا على الرطل ولا فيت الرطل يعني التقل متاعه يعني يقرب للرطل أو يفوته ما ناش وزنينه هذا حيلازون شو سبحان الله العظم حيلازون متحجر حيلازون متحجر وحنا نتمنى إن شاء الله هاد الناس اللي صحاب الاكتشاف وهاد صحاب اللي هم يقرؤوا يعني في الجامعة وكل شيء يدروا عليه دروس إن شاء الله نقدموه لهم إن شاء الله وهم وليذاتنا وبنياتنا يقرؤوا عليه إن شاء الله إن شاء الله الله ينصر الجزائر إن شاء الله نتمنى من السلطات يعطوني رخصة بس نزيد في أبحاث إن شاء الله نقدم الأثارات للسياحة الجزائرية أو المعرض الجزائري وشكرا لكم على هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخكم محمد المجدوب من مدينة عين السفرة أو ويلة عين السفرة الولاية المنتدبة الجديدة وشكرا لكم وشكرا لكم